حذر إمانوال ماكرون الخميس خلال خطاب ألقى في جامعة السربون من أن أوروبا تواجه خطرا هائلا بأن تجد نفسها منحدرة إلى الدرجة الثانية وقال الرئيس الفرنسي إن أوروبا في حالة تطويق تواجه القوى الإقليمية الكبرى مضيفا أن إنقاذ أوروبا من خطر الموت أو الهبوط يعتمد على الخيارات التي سيتم اتخاذها الخطر يظهر أوروبا تواجه خطرا هائلا بأن تجد نفسها منحدرة إلى الدرجة الثانية رسالة اليوم بسيطة يجب أن نكون واضحين بشأن حقيقة أن أوروبا فانية ويمكن أن تموت الأمر يعتمد فقط على خياراتنا لكن هذه الاختيارات يجب أن يتم اتخاذها الآن لأنه على مدى العقد المقبل خطر الضعف أو حتى الهبوط كبير